تعيدنا نروح مع حضراتكم للحديقة الدولية بمديدة ناصر اللي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين في أيام عيد الأطحى المبارك خصوصاً إنها فيها العديد من الأنشطة المختلفة ما بين حديقة حيوان المصغرة ورود مسرح وغيره صغار وكبار أطفال وعائلات وأصدقاء تزينوا بملابسهم الجديدة وتجمعوا بعد صلاة عيد الأطحى المبارك ليحتفلوا بالعيد في الحضائق والمتنزهات وحينما تتحدث الظهور بلغات العالم يأتي الحديث عن الحديقة الدولية بمدينة نصر المليئة بالأنشطة والفعاليات نحن بنقدم لشريحة معينة من الجمهور خدمة معينة بسعر الحياة مناسب جداً الحديقة يعني زي ما حديث نتكلم عنها خمسة وخمسين فدان موجودة في مدينة نصر الحياة في مكان متميز الحياة الحديقة طبعاً بتقدم خدمات هي وباء الحداخ اللي موجودة عندنا في المشروع بنقدم خدمات متميزة للجمهور عندنا مجموعة كبيرة جداً من الكافتريات الحياة تقدم مجموعة كبيرة جداً من الخدمات سواء أطعامها سابقة التجهيز أو مشروبات عندنا حديقة حيوان بصغار الحياة بنقدم فيها مجموعة من الحيوانات والطيور والحياة والمصبرات والمحنطات الحياة نقدم يعني الحياة جرعة من الثقافة للجمهور عندنا تتنوع الأنشطة بالحديقة الدولية كما أنها حديقة عابرة للثقافات حيث تجمع أجنحة دول عربية وأوروبية بالإضافة لاستضافتها فعاليات مصرحية وكوميدية يحضرها الزوار بعد استراحة ببعض المقاهي والمطاعم داخل الحديقة العيد والله أنا أحلى حاجة فيه الخروج طبعا للأطفال بالنسبة للأطفال الانبساط والأجازة لأن طبعا ضغوط الحياة بالنسبة للشغل مسؤوليات فلازم الواحد طبعا في العيد يرفع عن نفسه شوية يخرج يشوف أولاده والله بنصلى العيد وبنيجي نفرح الأولاد بيلعبه بيركبه العربيات بيركبه المركب بيتفسعه في الجنينة تعتبر الحديقة الدولية واحدة من 27 حديقة متخصصة تابعة لمحافظة القاهرة والتي استعدت جميعها بكل الوسائل لاستقبال الزوار على مدار أسبوع كامل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشر مساء وبأسعار تذاكر في متناول الجميع كريم بيبرس التلفزيون المصري